موسيقى ولا ينبغي لصاحب الدنيا إلا توقي المهالك والمتائف وتقدير الأمور وقلة الاتكال على الحول والقوة وقلة الاغترار بمن لا يأمن فإنه من اتكل على قوته فحمله ذلك على أن يسلك الطريق المخوف فقد سعى في حدف نفسه ومن لا يقدر لطاقته طعامه وشرابه وحمل نفسه ما لا تطيق ولا تحمل فقد قتل نفسه ومن لا يقدر لقمته وعظمها فوق ما يسعوفوه فربما غصى بها فمات ومن اغتر بكلام عدوه وانخدع له وضيع الحزم فهو أعدى لنفسه من عدوه وليس لأحد النظر في القدر الذي لا يدري ما يأتيه منه ولا ما يصرف عنه ولكن عليه العمل بالحزم والأخذ بالقوة ومحاسبة نفسه في ذلك والعاقل لا يثق بأحد ما استطاع ولا يقيم على خوف وهو يجد عنه مذهبا وأنا كثير المذاهب وأرجو أن لا أذهب وجها إلا أصبت فيه ما يغنيني فإنا خلالا خمسا من تزودهن كفينه في كل وجه وآنسنه في كل غربة وقربنا له البعيد وأكسبنه المعاشى والإخوان أولهن كف الأذى والثانية حسن الأدب والثالثة مجانبة الرياب والرابعة كرم الخلق والخامسة النبل في العمل وإذا خاف الإنسان على نفسه شيئا طابت نفسه عن المال والأهل والولد والوطن فإنه يرجو الخلف من ذلك كله ولا يرجو عن النفس خلفا وشر المال ما لا إنفاق منه وشر الأزواج التي لا تواتي بعلها وشر الولد العاص العاق لوالديه وشر الإخوان الخادل لأخيه عند النكبات والشدائد وشر الملوك الذي يخافه البريء ولا يواضب على حفظ أهل مملكته وشر البلاد بلاد لا خصب فيها ولا أمن وإنه لا أمن لي عندك أيها الملك ولا طمأنينة لي في جوارك ثم ودع الملك وطار فهذا مثل دو الأوتار الذين لا ينبغي لبعضهم أن يثق ببعض ترجمة نانسي قنقر دبشليم الملك لبيدب الفيلسوف قد سمعت هذا المثل فاضرب لي مثل الملك الذي يراجع من أصابته منه عقوبة من غير جرم أو جفوة من غير ذنب قال الفيلسوف إن الملك لو لم يراجع من أصابته منه جفوة عن ذنب أو عن غير ذنب ظلم أو لم يظلم لأدر ذلك بالأمور ولكن الملك حقيق أن ينظر في حال من ابتلي بذلك ويخبر ما عنده من المنافع فإن كان ممن يوثق به في رأيه وأمانته فإن الملك حقيق بالحرص على مراجعته فإن الملك لا يستطاع دبطه إلا مع ذوي الرأي وهم الغزراء والأعوان ولا ينتفع بالغزراء والأعوان إلا بالمودة والنصيحة ولا مودة ولا نصيحة إلا لذوي الرأي والعثاث وأعمال السلطان كثيرة والذين يحتاجوا إليهم من العمال والأعوان كثيرون ومن يجمع منهم ما ذكرت من النصيحة والعفاف قليل والمثل في ذلك مثل الأسد وابن آوى قال الملك وكيف كان ذلك؟ قال الفيلسوف زعموا أن ابن آوى كان يسكن في بعض الدحال وكان متزاهدا متعففا مع أبنات آوى وذئاب وثعالب ولم يكن يصنع ما يصنعن ولا يغير كما يغرن ولا يهرق دما ولا يأكل رحما فخاصمه تلك السباع وقل لا نرضى بسيرتك ولا برأيك الذي أنت عليه من تزاهدك مع أن تزاهدك لا يغني عنك شيئا وأنت لا تستطيع أن تكون إلا كأحدنا تسعى معنا وتفعل فعلنا فما الذي كفك عن الدماء وعن أكل اللحم؟ قال ابن آوى إن صحبتي إياك لا تؤثمني إذا لم أؤثم نفسي لأن الآثام ليست من قبل الأماكن والأصحاب ولكنها من قبل القلوب والأعمال ولو كان صاحب المكان الصالح يكون عمله فيه صالحا وصاحب المكان السيء يكون عمله فيه سيئا كان حينئذ من قتل الناسك في محرابه لم يأثم ومن السحياه في معركة القتال أثم وإني إنما صحبتكن بنفسي ولم أصحبكن بقلبي وأعمالي لأني أعرف ثمرة الأعمال فلزمت حالي وثبث ابن آوى على حاله تلك واشتهر بالنسك والتسهد حتى بلغ ذلك أسدا كان ملك تلك الناحية فرغب فيه لما بلغه عنه من العثاف والنزاهة والزهد والأمانة فأرسل إليه يستدعيه فلما حضر كلمه وآلسه فوجده في جميع الأمور وفق غرضه ثم دعاه بعد أيام إلى صحبته وقال له تعلم أن عمالي كثير وأعواني جم غفير وأنا مع ذلك إلى الأعوان محتاج وقد بلغني عنك عثاف وأذب وعقل وذين فازددت فيك رغبة وأنا موليك من عمدي جسيما ورافعك إلى منزلة شريفة وجاعلك من خاصتي قال ابن آوى إن الملوك أحقاء باختيار الأعوان فيما يهتمون به من أعمالهم وأمورهم وهم أحرى أن لا يكرهوا على ذلك أحدا فإن المكره لا يستطيع المبالغة في العمل وإني لعمل السلطان كاره وليس لي به تجربة ولا بالسلطان عفق موسيقى 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 موسيقى